مرحبا مواليد برش السرطان اليوم بدي أحكي عن الأبراج الأسبوعية من الثانين 17 لأحد 23 شباط فبراير بهذا الأسبوع في عنا حدثين مهمين الحدث الأول هو انتقال الشمس من برش الدلو لبرش الحوت من برش هوائي لبرش مائي صديق لألكن وهذا الحدث بيصير يوم الأربعة بتمام الساعة 5 صباحا توقيت العالمي توقيت جرينج يعني الساعة 7 مساء توقيت بيروت الحدث الثاني اللي هو حدث كتير حلو وهو الأمر الجديد في برش الحوت الصديق لألكن يوم الأحد بعد الظهر 5 ونص بعد ظهر توقيت بيروت كيف بدي يكون هيدا الأسبوع؟ شو هي الأيام الحلوة بالنسبة لألكن وأيها الأفضل؟ واضح أنه بهيدا الأسبوع رح بيكون أسبوع بصراحة هو بيشغل مع شغل مع لقاءات مع اجتماعات مع تطور لترتيب أمور ثم مع وصول الأمر الجديد بيخلق الأمر الجديد وبتخلق عنكم فرصة كتير حلوة وباب حلو بيفتح بيوشكن لحتى تحققوا نوع من أمل أو نوع من مشروع أو فكرة بتنطرح قدامكم أو أنتوا بتحترحوا أو أنتوا عم تشتغلوا عليها مفروض التم يعني عم نحكي عن ولادي يعني مثل عم بيحضر لشيء فهيدي القصة المفروض تقريبا كل هالأسبوع فيكم تكونوا عم تشتغلوا عليها يوم الأحد بتبين إذن منبلش الثانين مثلا الثانين الشمس بتكون بعدها موجودة ببرش الدلوم يعني الشمس بتضل يوم الثانين ويوم الثالثة ببرش الدلوم الأمر موجود ببرش القوس يلي هو بالنسبة لألكم بيت الشغل فهون صار في عنا كتير قصص وحكاية بلكن تشتغلوا عليها تلحقوا تنهوا تختموا إذا بتقدروا يوم شغل طويل سواء أنتوا بإيجازة سواء عم تشتغلوا يوم الثاني بكن تحسبوا أنه كل النهار عادينا عم تشتغلوا عم بتضبطوا وعم بترتبوا ويوم مفيد لألكم ما تتركوا يمروا مرور الكرام نوعية وقته حلوة وجيدة متعبة لكن مفيدة الثالثة 18 شباط فبراير هو آخر يوم بتكون فيه شمس ببرش الدلوم في عنا الأمر صباحا ببرش القوس الساعة 11 إلى 3 صباحا توقيت العالمي يعني 1 إلى 3 توقيت بيروت بينتقل الأمر لبرش الجدي بصراحة كل شيء والأمر موجود ببرش القوس هو هي الفترة الأفضل الأريح بالنسبة لألكم مش معناتها صارت جو عاطل لما الأمر بيكون لما الشمس لما الأمر بيكون ببرش الجدي لا لكن أريح نحن عم ننقي الأوقات الأفضل للعمل أو لحتى تعرفوا أنتو أيها الفترة الأفضل إذن الثانين يوم شغل عمل طبيعي طويل اهتمامات متنوعة الثالثة صباحا كمانا شغل واهتمامات متنوعة عديدة العمل فوق بعضه بعض الظهر بعض الظهر رح بيكون فيه كأنه ازدياد بنوعية العمل بعدد الانشغالات العنكونيها الواجبات العنكونيها مع احتمال يكون فيه عنكن موعد كتير مهم اشتغلوه بطريقة كتير حلوة وزكية لأنه الجوف سوف ينقلب لصالحكن ابتداء من الأربعة الصبح ليه؟ لأنه الشمس بتكون صارت ببرش الحوت صديق لألكن حتى ولو الأمر يوم الأربعة والخميس ببرش الجدي أي اللقاء عنكن حتى لو حسيتوه صعب مفروض النتيجة تكون لألكن فالعبوه مظبوط الأربعة والخميس الأمر ببرش الجدي المعاكس لألكن لكن الشمس صارت ببرش الحوت ورح تدعمتكن مية بالمية وبالتالي شغلكون بتكون تكونوا أسكية بتكون تشتغلوا مظبوط وبتكون تروحوا للآخر وبتكون تكونوا حاضرين وسعتها بتاخدوا النتيجة اللي انتوا بتكون إياها مثل اللي رايح ياخد شهادة ويجي هيك هو يومي الأربعة والخميس النجاح لألكن وبتقدروا تاخدوا خلوا نفسيتكن تكون مرتاحة وسئين من حالكن روحوا أشهادة الميدالية لألكن الجمعة والثبت هناك بوادر ارتياح بوادر ترتيبات خف الحمل عنكن الجو صار ألطف صار أحلى وصارت الظروف نوعاً ما تميل بقوة صوبكن من ناحيتكن وبطل في معاكسات أو عراقيل توصلوا ليوم الأحد يوم الأحد في عنا أمر جديد بتمام خمسة ونص بعد ظهر توقيت بيروت ثلاثة ونص بعد ظهر توقيت العالمي كل نهار أصلاً الأمر ببرش الحوت بيلتقوا سوى وقتلتلكن وتخلى عنكن الفرصة يمكن تكون فكرة تختار ببالكن يمكن يجي اتصال يمكن يجي إيميل بيطلب منكن أنه يلا بدكن بنعرض عليكن مشاريع بنعرض عليكن حلول تسويات وأنتو بتقدروا تمشوا فيها أسبوع كتير حلو فيه شغل لكن سوف يكافئ الجميع من موالي برش السرطان ومرجع بكرر حتى لو لقيتوا بعض الموهجهات أو الكلام أو الأخذ والعطم مشوا معاً مشوا معاً لأن الجو بينصفكن وبيعطيكن حقكن كل المواليد رح بتكون محظوظة بصراحة بهيدا الأسبوع بشكل خاص مواليد 21 لـ 25 حزيران يونيوم بدي أتمنى للجميع أسبوع كتير حلو على أمل اللقاء مع الأبراج اليومية ودعكم باي باي ترجمة نانسي قنقر